بمناسبة بدء السنة الليتورجية المارونية واطلاق الاعمال السينودسية في رعية مارشربل ترأس الاب جوزيف سويد الوكيل البطرياركي للكنيسة المارونية في الاردن قداسا احتفاليا بالذبيحة الالهية وبمناسبة اتمام اعمال التجديد التي تمت داخل كنيسة مارشربل بعمال وخلال الاحتفال الذي شارك به ابناء الرعية وضمن اطار لتورجيا جديد باحد القديسين تم التبرك بعددا من ذخائر الرسلي وتجديد البيعة وقد استقبلت الرعية خلال الذبيحة ذخائر عددا كبيرا من الرسل والقديسين انا بدأ اشكركم على الحضور المميز اليوم نورسات دايما الى محطة كتير كبيرة بقلبي ولاني مش بس رفقت لاني بالحقيقة كنت عم بتنفس نورسات فنورسات الاردن انتو يمكن الشي الحلو اللي بيخلينا نعيش بالمملكة نحس حالنا بعدنا بكل هالبيعة الحلوة انا بدأ اشكركم على مرافقتنا اليوم بافتتاح السنة التقصية المرونية ومن هون كنا مع الادسين وبعرف انه كتار تقدسوا عبر هالتليفزيون نورسات الاردن ونورسات لبنان وكل هالبيعة الحلوة واكيد انتو ونحنا عضروب الحياة عضروب يمكن الاداسي ببداية هالسنة انا بدي اقلكن شكرا لانكم عم تعطوا وقتكن عم تعطوا حبكن عم تعطوا كتير حلوة عم بتخلونا نطلع الناس ونصلي معن ويصلوا معنا فبدي اشكر اول شيء لوكن الرائعة وبدأ اشكر دكتور باسمة وكل هالطاقم الرائع اللي عم بيصور واللي عم بيعطينا انه نعيش فرحة يسوعية مريمية فرحة اداسي بكل المطارح وين ما منكون انا بدي اشكركم على حضوركم الليلة واكيد رح اشكركم بصلاتي وان شاء الله نحن وياكم نترافق عبر كل هالبرامج اللي عم تعطونا اياها وعبر هالإدسات اللي عم تنقلولنا اياها تحتى نحس حالنا بعدنا عن جد مثمرين بوقت العالم عم بفتش على كل كلمة حيات وانتو كلمة حيات شكرا نورسات وشكرا لك لكم الله معكم